موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين فقد سبقت لي زيارة نقطة ضبة إلى هذه القارة في العام الماضي زرت فيها سيراليون خلال عشرة أيام وهذه هي الزيارة الثانية التي أقوم بها لهذه القارة الحبيبة إلى قلبي من خلال ساحل العاج وأرجو أن أوقف في المستقبل لزيارات أخرى إلى الأقطار الأخرى من هذه القارة موسيقى 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 أطلع على أوضاعها وخاصة على أوضاع المسلمين في هذا البلد الطيب أما انتظرعاتي عن هذا البلد فسأحدث عنها بشيء من التفصيل 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 فلا يحفت من أن تفصل إلى تلك المسلمين فلسأحدث عنها بشيء من التفصيل أما انتباعاتي عن هذا البلد سأستطيع أن ألختمها في جزئي الجدء الأول انتباعاتي عن ظواهر هذا البلد وعن شعب هذا البلد ظواهر هذا البلد تدل على أن هذا البلد محزن للطاقات الهائلة التي يحتاج إليها عالم اليوم وعالم الغرض ولذلك أستطيع أن أتنبع هذا البلد بأنه سيكون لهذا البلد مستقبلاً ظاهراً ولامعاً إن شاء الله مستقبلاً 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 المستقبلاً أما الجزء الثاني من انطباعاتي عن هذا البلد فعن تركيبته الخاصة لأن تركيبة هذا البلد تشبه تركيبة موفن إقامة لبنان من حيث تعايش الطوائف المختلفة متآخية على فعيد هذا البلد الطيب وبطبيعة الحال حسب ما لمس في زياراتي ولقاءاتي لبعض المسؤولين أن لاهتماماتهم وعلى رأتهم السيد رئيس الجمهورية الفضل الكبير في هذا النوع الأصيل والفريد من تعايش مختلف الطوائف الدينية متآخية متماسكة على هذه الأرض المعطاءة وقت إذاً لا تركيبه بها من مؤسسنا للمانا تركيبة مفاوية الدينية متولة للمانا يمنون أن يكون السيد الأرض الموضح المتضحة فى مبالت تركيبة ميوية الدينية متنهة فى موجود نطبق ترجمات كل هذا الشام której في ذلك الأرض المسؤولين والمخصر فى منشان الثالث في النطب ترجمة نانسي قنقر 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 لذلك لا يوجد في الإسلام حكم إلا ويجد صداه من ضمير الإنسان لا يوجد في الإسلام حكم إلا ويجد صداه من خلال حكم إلا ويجد صداه من خلال حكم إن نرى كذلك سيقولة الإسلام حكم أن يكون قولًا سيكون قولًا لكي تكون مرحباً إنها مرحباً دعني السلام سيكون قولًا وبهذه المناسبة أذكر حديثا هو في الواقع سندي لهذا التصور وهو أنه بعد عام الفتح أي بعد فتح مكة دخل الناس في ذين الله أكواجا وهم لا يحرفون إلا القليل منه أقول دلولي يميني أبسي كاناني حديثي قوي رولا وقري كاكو مكة يللين كوفير سلامه بلو كاماكك سلامه تاي أقول مغشامان دولا دينا أقول مغشامان دولا دينا أقول مغشامان دولا دينا كفير لونتا سلامه لو كادرو ففي ذات يوم كان جماعة من الأعراب جالسين يتحدثون عن الإسلام الذي آمنوا به ولم يعرفوا إلا القليل منه فقال أحدهم والله لأذهبن إلى رسول الله فلا أدعن شيئا من البر إلا وسألته عنه ولا أدعن شيئا من الشر إلا وسألته عنه وسأرجع إليكم وأحدثكم بكل ما قنتوا وقال فلما جاء إلى النبي قال النبي له أحدثك أو تحدثني قال بل حدثني يا رسول الله فقال النبي كنت جلوسا مع بني قومك فذكرتم الإسلام وقلت والله لأذهبن إلى رسول الله فلا أدعن شيئا من البر إلا وسألته عنه فلا أدعن شيئا من الشر إلا وسألته عنه وسأرجع إليكم وأحدثكم بكل ما قلت وقال فلا يعني لا تستطيع العمل porch فلا ينبقى في دوسّى ترجمة ترجمة نانسي قنقر هذا الرجل كان يتصور أن الإسلام دين يمكن تلخيصه في مجموعة كلمات يعطيها النبي له في جلسة واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فقال النبي يا هذا البر كل ما اطمعن عليه قلبك والشر كل ما نقر في قلبك وإن أفتاك الناس وأفتاك ترجمة نانسي قنقر إذن فالإسلام حسب تصوير رسول الإسلام له شيء ينسجم مع ضمير الإنسان وواقع الإنسان فما دام الإنسان موجودا سواء في القرن العشرين أو بعد القرن العشرين ما دام الإنسان إنسانا له ضمير يتحرك ويحكم فالإسلام موجود وثابت يتحرك ويحكم لأنه التعبير الواضح عن صوت الضمير الذي قد يبدو خافة لبعض الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يمكن أن نعرف بعد الشيخ عن شهر رمضان وليلة الخضر يا فجلة السيخ بالنسبة إلى شهر رمضان أعتقد أنه شيء ضروري في أي دين من الأديان فكما يقول القرآن الحكيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان بشكل أو بآخر موجود في كل الديانات السماوية وعلى حد سوا سيطرة موجودة في كل الديانات السماوية كما أنتعرف على شهر رمضان المترجمات فشهر رمضان المترجمات وصلت على شهر رمضان المترجمات لأن الإنسان بطبيعته يتجه أكثر ما يتجه إلى المادة فيصرف أكثر وقته وجهده في سبيل تحصيل ما يؤمن حياته المادية ومع التمرار هذه الخصلة في الإنسان تسيطر عليه المادة نوعا ما فكان لابد من شهر رمضان والصيام حتى يخرج الإنسان بهما قليلا وأخذ ما يفيد من شهر رمضان والصيام حتى يخرج الإنسان أنا أخذ أكثر من سبيل تحصيل ما يفيدون على المدينة ويشتغلون من أجل المدينة لأن الانسان عندما يطوم شهراً كاملاً فيضرب عن الطعام والشراب والجنس وكثير من الممارسات المادية يتحرر نوعاً من عبودية المادة ومن سيطرة المادة ويقصح المجال لروحه أن تتحرك منطلقة متحررة عندما تتحرك منطلقة متواجهة ومثلون المتحرك من المickضات التي تتحرك منطلقة متواجهة ترجمة نانسي قنقر 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 وفي الختام أتمنى لهذا البلد لشعبه وللمسؤولين عنه كل خير وتوفيق ولهيئة الإذاعة الموفقية التامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة